قداسة البابا يستقبل الوفد القبطي المسافر إلى روسيا ده أول أخبارنا النهاردة واستقبل قداسة البابا الوفد القبطي اللي هيسافر لروسيا بدعوة من الكنيسة الروسية لزيارة عدد من الأديورة هناك والكنائس والزيارات دي متبادلة الحقيقة احنا في آخر كام سنة وفوت كتير جدا ضمت عدد كبير من الأباء المطارنة والأصقفة والأباء الكهنة والأباء الرهبان وكمان الخدام من الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية إلى الكنيسة الروسية أو إلى دولة روسيا والعكس كمان بنشوف زيارات متبادلة كبيرة جدا وعلاقة قوية جدا ما بين الكنيستين الكنيسة الإبطية الأرثوذوكسية والكنيسة الأرثوذوكسية الروسية يعني لمحة تاريخية كده العلاقة ما بين الكنيستين بقالها أكتر من 200 سنة يمكن حوالي 220 أو 230 سنة يعني مرت بفترة صعبة طبعا أو روسيا عمتا مرت بفترة صعبة أيام الشيوعية لكن في طول الوقت في زيارات متبادلة ما بين الكنستين على مستوى الأباء الأب البطريارك الروسي وبابا الإسكندرية في زيارات متبادلة سواء كان في مصر أو في روسيا قدست البابا شنودة قام بزيارتين لروسيا سنة 1988 و1991 قدست البابا توادرس كمان عمل إلى الآن زيارتين زيارة سنة 2014 وزيارة سنة 2017 والحية علاقات جيدة وعلاقات قوية جدا ما بين الكنستين نتمنى أن هي تدوم وتسمر أكثر وأكثر